هذا وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية وعلى مشروع قانون باعتباد الميزانية العامة للدولة للسنتين المليتين 2017 و2018 وتمت إحالة المشروعين بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الاجتماعات السابقة حول مشروع قانون يتعلق بإصدار سندات التنمية والآخر باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين المليتين 2017-2018 ألقى بظلاله اليوم على جلسة مجلس النواب الذي بدورها وافقت على المشروعين بقانون نحن نتعامل مع تحدي انخفاض سعر النفط بثبات بهدوء باتخاذ إجراءات على مراحل متعددة الهدف منها أن نوازن بين دخلنا وننوع مصادر الدخل نحافظ على نمونا الاقتصادي ونتعامل مع ارتفاع الدين العام التوافق الذي وصلنا على هدفنا فيه أن الخدمات الأساسية لجميع المواطنين أن تكون مستمرة توجيهات جلالة الملك واضحة في هذا الشأن الميزانية العامة ورغم التحديات الآنية جراء انخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية استطاعت أن تخرج بمجموعة من الامتيازات تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بعدم المساس بمكتسبات المواطن المعيشية والخدمية حافظنا على مكتسبات المواطنين الشيء الثاني أننا لأول مرة في هذا المجلس يكون هناك اعتماد من شركة متلقات 10 مليون دينار في 2017 و10 مليون دينار في 2018 كذلك تم خفض المبلغ المقدم أو المطلوب من السلطة التنفيذية بالنسبة لطيران الخليج كان 50 مليون دينار في 2017 و50 مليون دينار في 2018 تم التوافق إلى خفض المبلغ إلى 30 مليون دينار في 2017 و30 مليون دينار في 2018 كان هناك مشروع بقانون مقدم من الحكومة بالنسبة للاستفادة من احتياطي الأجيال القادمة اللي هو 100 مليون في 2017 و100 مليون في 2018 تم التوافق مع الحكومة بعدم مناقشة هذا المشروع في دور العقاد الثالث ومناقشته في دور العقاد الرابع المرحلة المقبلة كما وصفها السادة النواب تتطلب تنفيذ رؤية خاصة تتماشى وطموحات الحكومة في تنويع مصادر الدخل من جهة والتعامل مع ارتفاع سقف الدين العام من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر